موسيقى لصراحة كانت شوية متوعة أنه رح أطلع نومنيها الجمعة من بعد تعليقات هادي شرارة ومن بعد ما أحطوني بس صعبة لأنه هاي الشي أنه بيعطينا أفانتاج أنه أشتغل على حالي أكتر وبالنسبة لنومنيشن مش أنه خالص انتهيت حياتي بالنسبة لأنه أفانتاج أنه يكون عندي سئة بحالي أكتر ويعلمني درس أنه أعمل أحصى 200 برايم لا أنا توقعت كون مع عالي وسوكينا أنا توقعت كون معان أنا كنت أعبدا لأنه لأنه بوقتها هادي قال أنه نحنا ثلاثتنا ما عملنا كثير منيح بالبرايم بس بوقتها الإفال أنا أنه ما فكرت بهالشغلي أنه هادي قال لي فكرت بالإفال أنه بدي ركز عليه وبيدي أعمله منيح بس برضو هاي الشي ما غطي للغلطة اللي عملتها بالبرايم بس إتس أوكي مهم أتعلم من درسي وأعمل أحصان حسب توقعاتي بحس أنا يا بطلع من الجمهور يا معرفقاتي تكنيكلي مش عارفة مظبوط بس لأنه من بعد ما طلع اسمي كثير حسات أنه هايك غمروني وصار يبكوا علي أنه حسات فيهم أنه هايك بيهتموا فيي وهي شي كتير بسطني من جوا أنه ما حسات حالي وحيدة The funniest part of being nominee أنه بكون center of attention بل كل هايك بيصير نومينة نومينة لازم نصوت له هايك هايك تحس center of attention أكتر من بقيت الطلاب يلكم شي هيك شوى غير أكي؟ يالكم اسسيح منا حسنا هيك هايك يا أخي مماما لا مجرد لا ملظى أنا جميلة أعطي بصعارة أعطي بكثير أجل مرحبا أعطي بذلك أف S&P اشتركوا في القناة